اثار الضربات وتكدس الركام والانقاض شهدة على شراسة المعارك العسكرية التي شهدتها مدينة الموصل تسعة اشهر من المعارك حولت اجزاء من المدينة الى ركام وكبدت المواطنين خسائر فادحة مناطق باكملها اندثرت واحياء سويت بالارض حجم الدمار شاهد حقيقي على الكلفة الباهظة للحرب التي دارت والله البيوت المهدمة لا تحصى ولا تعد خاصة في المنطقة القديمة والله العظيم اكو بيوت يعني استاذ اشكل لك ما اقدر انطيك العدد ماله واكو عالم يعني قاعدة بخرب لان بيوته وقعت نطالب الحكومة المحلية المركزية رئيس الوزراء انطالبهم خليجون يشوفون هما بعينهم نحن ما خليهم هما يدحقون يفترون فرع منطقة منطقة بالمنطقة القديمة يدحقون على البيوت هما والله العظيم اعرف ناس جماعة قاعدين بخرب فهذا ظلم يعني المحافظة نينوى وين الحكومة المحلية ويني خليجون يشوفون هما بعينهم معارك التحرير اسفرت عن تدمير مائة وعشرين الف منزلا في عموم نينوى حيث كشفت احصائيات الامم المتحدة عن دمار كبير لحق المنطقة القديمة والساحل الايمن اذ تم تحريرهما من سيطرة تنظيم داعش الارهابي بعد ستة اشهر من تحرير الساحل الايسر دمر اثنى عشر الف منزل في الموصل القديمة بينما تعرض اكثر من نصف الاحياء السكنية الاربعة والخمسين في الجانب الايمن للدمار كبير اذ وصفت الامم المتحدة خمسة عشر حيا من تلك الاحياء بشديدة التضرر ما يعني انها غير قابلة للسكن ووصفت ثلاثة وعشرين حيا اخرا بمتوسط التضرر اي نصف المباني فيها دمر وستة عشر حيا ببسيطة الضرر الخراب الذي لحق البيوت ابان عمليات التحرير دفع الاهالي الى الانتقال للعيش مع اقربائهم او تأجير منازل في المناطق الاقل ضررا لكن ظروف المعيشية الصعبة وارتفاع اسعار الايجار دفع اغلب العوائل الفقيرة والفئات الهشة الى العودة الى منازلهم المدمرة في ظل تأخر صرف التعويضات عوائل اخرى نزحت الى المخيمات وعادت بعد سنوات الى منازلها عقب اعادة اعمارها من قبل المنظمات الدولية لكن المناطق التي طالتها يد الاعمار لم تطلها الخدمات البلدية فاغلب العائدين يشتكون من غياب الخدمات وانعدام المرافق الضرورية منبرا في بيتنا بس المنظمة ساعدتنا ومن المنظمة هم الشرقالون باللبخ يتوتر البيت رات على المخيم رجعت شهر 11 رجعت على بيتنا عمدتوا البيت منظمة ساعدتني وخيرين سعدون وعملوه